انحياز ولد في أفريل 55 في أندونوسيا في باندونغ وهناك كان أول لقاء بين دول إفريقيا وآسيا الساعية نحو التحرر والاستقلال وكان لقاء باندونغ هو دخول الجزائر إلى حضرة التدويل لكن أريد قبل أن نصل إلى هذا الحدث المهم أن أتوقف عند عدة نقاط أراها مهمة النقطة الأولى أنا لست مؤرخا أن مجرد شاهد يروي ما عاشه وما سمعه بشكل مباشر ويعترف أنا أعترف بأنني أعرف أشياء وتغيب عني أشياء وربما أنسى أشياء وبالتالي أضعوا أمام المشاهد ما أراه وما أحس به وهناك نقطة مهمة لأنه سمعتنا تعليقات ليس هناك أي محاولة للتشبه بالبرنامج الذي كان يقدمه الأستاذ هيكل في الجزيرة هذا برنامج لا علاقة له لا من ناحية الأسلوب ولا من ناحية الهدف بما قدمه الأستاذ هيكل وحتى بعض الشهود في قنوات أخرى أنا حقيقة استفدت في إعدادي واستعدادي لهذه الحصة ببرنامج أوروبي كان اسمه في جنب المدفأة إنسان بحث المدفأة قاعد يسترجع ذكرياته وتذكر من عرفهم من رجال وما مر به من أحداث وأنا رأيت أن أستعمل هذا الأسلوب لكي أضع الناس في صورة ما عشته وما أعتقد أنه لكن قد يعتمد على هذا في التاريخ عندما تجلس مع شخصيات وتحدث عن شخصيات تحدث بماثرهم بمزاياهم بعواصفهم قد يعتمد على هذا الكلام يجب أن يعتمد ولكن ليس عليه وحده الشهادة لا يعتمد عليها وحدها الشهادة يعتمد عليها في إطار مجموعة شهادات تتم المقارنة بينها ثم يستخرج المؤرخ والمحايد من هذه الشهادات النتيجة النهائية وهي التاريخ الموضوعي المحايد طبعا هناك اقتراء أو خطأ أخر أو ملاحظة أخرى أنت كنت أشرت لها أنني لا أذكر عسماء من أشير إلى بعض أخطائهم وأنا هنا أستعين بما أرشدا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان يقف على المنبر ويقول أرى قوما يفعلون هذا ويفعلون ذاك وكذا فلما يسألوه يقولون يعرفوا رواحهم يعني أنا لست هنا لكي أشهر بالناس لكنني هنا لأندد بالأخطاء أنا تهمني الإساءة أنا أقول أن السرقة جريمة يجب أن تعاقب ولست مضطرا لك أقول فلان سرق وفلان نهب هذا دور الشرطة ودور القضاء ليس دور شاهد التاريخ نحن نتحدث كشاهد فقط طبعا نشاهد فقط إذن تبقى ربما نقطة أنت أشرت لها في البداية أنه هناك من أشال إلى أخطاء أنا فعلا مؤخرا إنسان لقاني في مكان عام وقال لي والله يا دكتور أنت عندك أخطاء في الحصص التي تقولها خرجت الكرن من جيبي أمام الناس قلت له قولي الأخطاء باش نصححها أو نعتذر عليها قل لي كاين قلت له أعطيني وشهية قل لي نسيت قلت له أعطيني خطأ واحد فقط باش نتفكره باش نسجله قل لي أنا بعد نعيط لك ونقول لك قلت له يا أخي أنت قلت له كاين أخطاء أمام جمعة إذن أعطيني هذه الأخطاء أمام الجمعة ما تسبنيش في بيدان وتجيس صرحني في زرق وهنا أنت توجه رسالة تما إلى المشاهدين الكرام إلى كل من كانوا معك في تلك الفترة أو إلى كل من يريد أن ينتقدك أو من يريد أن يصحي لك الخطأ ما عليه سوى أن يتصل بنا لماذا الخوف أو لماذا الحديث في تفهات وطراخات وعنا أقول هذا والناس أحياها الدكتور نرجع إلى حركة عدم الانحياز وقتها هواري بومديان بدأ يحذر إلى حركة عدم الانحياز وكان من قبلها مؤتمر باندونغ كيف بدأ التحذير في الجزائر إلى حركة عدم الانحياز هل بدأ في تلك الفترة بالضبط بومديان يفكر كيف أنه يصبح إمبراطورا دائما أقول هذه الكلمة لماذا؟ لأن الكثير من من يتهم هواري بومديان أنه كان يستخدم المؤتمرات كان يستخدم كل ما هو في إطار الاجتماعات من أجل أن يفرض شخصه ونفسه المجتمع المدني أو المجتمع الدولي بالأخص أنا كنت حدثت في المرة الماضية وأشرت إلى أن الرئيس هواري بومديان كان يؤمن وهذه عقيدة جزائرية لا تتبدل ولا تتغير كان يؤمن بأن السياسة الخارجية هي أنعكاس للسياسة الداخلية عندما تبني الوطن انتاعك كما يجب أن يكون البناء عندما تعطي لشعبك احتياجاته الرئيسية عندما تحترم هذا الشعب تصبح مؤهل للحديث للعالم أجمع برأس مرفوع وبدون أي تردد ولهذا أحنا أشرنا في المرة الماضية إلى من المجموعة من الخطوات التي قام بها الرئيس بومديان في الداخل الوطني لكي يبني هذا الوطن الذي أخذ أو ورثناه مدمرا من الأهل الاستعماري وكنا أشرنا مثلا إلى قضية الثورة الزراعية وأنا قلت لك في المرة الماضية أنه أنا قلت أشارت إلى أن الثورة الزراعية واحد من أهدافها كان اللامركزية السكانية لكي يتوزع كل زكان البلاد على أرض الوطن وما يكونوا مركزين في مكان واحد لكن هذا لم يكن وحده وهو الثورة الزراعية الثورة الزراعية كانت جزء من مشروع مجتمع متكامل يصنع أو يبني مجتمع جديد ويخرج به من ورد التخلف من حالة التخلف التي تركه فيها الاستعمار إلى وضعية جديدة وضعية تكون فيها الجزائر دولة لها كلمتها ولها سياداتها ولها رأيها الذي يؤخذ في كل المجالات طبعا هناك قاعدة عامة بالنسبة لخلق القوة والإجماع الوطني هناك طريقة تانية إما تخترع عدو خارجي كي أن عدو خارجي إذن الشعب كله يلتف حولك لمحاربة هذا العدو الخارجي ما معنى أنك تخترق؟ يعني مثلا بعد أن سقط الاتحاد السوفيتي الغرب جعل من الإسلام العدو المحتمل هو الإرهاب هو حذار من الإرهاب الإرهاب سيأغزونا وهذه داروها الأمريكان قبل حتى الاتحاد السوفيتي خرجوا بموضوع لزيكستراتيلاستر الغزاهو الذين يأتون من خارج الكوكب الأرضي جاءوا لكي يقتلوننا جاءوا لكي فتخلق حالة الظهر عند الناس بما يجعلهم يلتفون حول القيادة إسرائيل الآن تستعمل الفزاعة إيران لكي تخلق حولها تعاطف سيتوين تاكتيك هذا أسلوب معروف يعني ما هو سر لكن نحن لم نلجأ لهذا ولدرجة أثبت الجزائريون وعيهم بالتاريخ يعني ما جعلناش من عداء فرنسا عنصر تجميع للجزائر في حين كان ممكن لو ذكرنا كل يوم مذابع فرنسا مآسية التي تتركتها فرنسا التقتيل الجماعي أن إلى خيره كان هذا يخلق دائما نوع من أنواع التلاحم الوطني حول القيادة نحن لم نلجأ إلى هذا يطلق نحن قمنا بشيء آخر أكثر صعوبة وهو تجميع المواطنين حول مشروع مجتمع نبنيه لكي ننتقل به من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم ألا وهو الثورة الزراعية وكانت الثورة الزراعية جزء من هذا لأن الثورة الزراعية كما قلت لك في البداية لن تكون قرية أرض كانت لا مركزية سكانية كانت تجميع وطني حول مبادع سامية أساس العمل فيها هو التضامن الوطني أن الشعب يتضامن مع بعض البعض وخاصة مع فقرائه ولهذا الرئيس المبادع اهتم اهتمام كبير جدا بالذين كانوا يتبرعون بجزء من أراضيهم للثورة الزراعية وهذه نقطة كانت مهمة جدا وكان أعطى تعليمات بأن كل من يتبرع ينشر اسمه في قائمة شرفية لماذا؟ يجب أن تكون الثورة الزراعية ثورة تضامن ألم تكن الأراضي ملكا للدولة حتى يتبرع بها هؤلاء الأشخاص أو الذين ملكوا الأراضي من الكولون لا لا الأراضي كان فيها أنواع متعددة من الأراضي كان أراضي تبع العرش كانت أراضي التشير الذاتي التي كانت تبع للكولون وأعطيت في ظروف حكيت لك عنها إلى أعداد من الجزائريين وكانت عملية فاشلة في الواقع لكن لم يكن أمامنا خيار ثم كانت هناك حجم محدود من الأراضي ولهذا نقول لك في البداية الحاجي لم تكن الأراضي هي أساس الثورة الزراعية الثورة الزراعية أساسها اللامركزية السكانية مشروع مجتمع متكامل يخلق تضامن وطني حول هذا المشروع وتضيف إلى قضية الثورة الزراعية قضية من في منتهى الأهمية قضية السد الأخضر السد الأخضر اللي هو سد من الأشجار المثمرة وغير المثمرة يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 1200 كم وبعرض من 20 إلى 40 كم الهدف انتاعه تزويد البلاد بالفواكه لكن أهم من هذا وذاك إيقاف الزحف الصحراوي باش نوقف زحف الصحراء وأوضف إلى هذا أن وجود الأشجار يخلط عن ميكرو كليما يبدل الجو نفسه يصبح الجو أكثر لطفا وبالتالي يجتذب السحب لنحتاجوها لأننا نعتمد في في زراعتنا على الأمطار اسمح لي لا فقط لازم أضيف لهذا أن الثورة الزراعية ارتبطت بقضية في منتهى الأهمية للخدمة الوطنية والخدمة الوطنية كانت من أرع إنجازات السبعينيات لأنها كانت أيضا أحد أسباب أو أحد وسائل الوحدة الوطنية شباب هذا جاي من باتنا وهذا من عنابة وهذا من ورن وهذا قبيلي وهذا شاوي يلتقون مع بعضهم يعيشوا شهورا متعددة يخدموا مع بعضهم يتعاونوا مع بعضهم تتكون لحمة وطنية وهذه اللحمة الوطنية أيضا عاونتنا في مشروع وطني آخر يتكامل مع هذا المشروع طريق الوحدة الإفريقية اللي فتحنا به البحر الأبيض أمام مالي وأمام النيجر أردت أن أقول بهذا أن الثورة الزراعية كانت جزء من مشروع مجتمع كبير جدا جندت شعب حول القيادة ووراء القيادة في اتجاه التقدم واتجاه التنمية لو ركزت على هذه الانجازات العظيمة التي تحدثت عنها الآن والذي كان من ورائها الرئيس هواري بومديان بعد ذلك هذه الانجازات العظيمة باءت بالفشل كان من ورائها رجال هم من كانوا يريدون أن تفشل هذه السياسة ألم يكن هواري بومديان يعلم بذلك في ذلك الوقت؟ القول بأنه باءت بالفشل هذا تجاوز وأعتقد أنه واللي يقول فيه هم الناس اللي ما ضربوش في البلاد هذه ضربة لا كافحوا من أجلها ولا عملوا من أجل بنائها وكانوا دائما كما العلق هذا لمص الدم ولا يفيد البلاد بشيء هم اللي يقولوا فشل كل شيء لكن في نهاية الأمر يا أخي أرجعوا للتاريخ هم عمدوا على إفشالها لا اسمح لي لم تفشلوا لكنهم عمدوا على إفشالها لا هم الذين عملوا على إفشالها نوعان نوع بجهل الله غالب ما كانش عنده التكوين يعني تجيب إنسان عمره ما عرف الأرض عمره ما يعرف الفرق بين الشجرة تعتشينة والنخلة وتجيب ويخدم في الزراعة هذا الله غالب طبعا هذا يعني ربما يفسد بحسن نية لكن هناك من أفسده بسوء نية لأنه كان عندهم خلفيات وقتلك من بينهم من صوتوا بلا ضد الاستقلال إذن هؤلاء الناس طبعا كلهم في مكانه وأنا لا أعمم أنا ربما حكيت لك مرة حكاية على في باريس في الشانزيليجي يبيع العطور عندما تدخل هذا المحل تحس كأنك في الجنة من رائحة العطور لو كان فار واحد ميت في المحل هذا يفسد الرائحة إحنا كان عنا جوج فيران ثلث فيران ربع فيران للأسف أساءه ولكن يجب